مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم من جديد بيان رئيس الوزراء عن المرتبات والإعفاءات الضريبية وزيادة المقرارات التموينية وخفض أسعار الوقود قال مجلس الوزراء في بيان للمركز الإعلامي إن ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل وإعفاءات ضريبية عامة وتخفضات واسعة في أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة في قيمة المقرارات التموينية والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص وغيرها كل هذه لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها وأضاف البيان لم يصدر عن الدولة أي قرارات أو تصريحات بهذا الشأن والدولة اتخذت إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين وتم الإعلان عنها في حينها ومن الجهات المختصة أما هذه الأنباء المغلوطة فهي تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأي العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن وأهاب المركز بالمواطنين إلى عدم التعاطي مع تلك المنشورات واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوق بها في النهاية بشكركم مشاهدين وتتشعرون بعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لصلكم مننا كل ما هو جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة